الأسواق الأوروبية أغلقت تداولاتها هذا الأربعاء على ارتفاع بسيط بعد ثلاثة أيام من التراجع بورصة لندن سجلت ارتفاع بمعدل 16 نقطة بورصة فرانكفورت سجلت تقدما بمعدل 29 نقطة أما مؤشر بورصة باريس فسجل ارتفاع بمعدل 60 نقطة الارتفاع يعود إلى تسجيل الصين لارتفاع في الطلب تبعا لدراسة أجريت على مديري مشتريات لكن ظهور مؤشرات عن وصول الأزمة المالية الأوروبية إلى ألمانيا أدى إلى تسجيل اليورو لتراجع بسيط أمام الدولار لكنه ما زال يعادل دولارا 21 سنتا وسعر برمين النفط لبرينت سجلت تراجعا ليبلغ 107 دولارات و96 سنتا